شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التخصصي للهيئة الهندسية شرف 2 وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة قوات المسلحة شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التخصصي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف اثنين وذلك بحضور الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والقلواء احمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذي توليه للهيئة الهندسية للحفاظ على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة الفنية العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل اليهم بكفاءة واقتدار وقد تضمنت المرحلة عرض ملخص فكرة المشروع وعرض التقارير من مختلف المستويات والتي اظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشتركة ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يفذله رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كما نقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في اسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة اثناء ادارة العمليات واشاد الفريق اول محمد زكي بالاداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع مؤكدا ان القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات المختلفة وفرض مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف ترجمة نانسي قنقر